أعود إذن إلى موضوع التراشق الكلامي ما بين رئيسي الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية وأبعاد هذه الأزمة وإلى أين يمكن أن تصل ما بعد ذلك ينضم لنا عبر الأقمى الصناعية من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية والخبير في شؤون دولية الدكتور أيمن سلامة دكتور مساء الخير أهلا بك معنا شاهدنا وتابعنا التراشق بالكلمات بين الرئيس الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي يعني إلى أين وربما تحليلكم أو من خلال مراقبتكم لهذا الملف كيف تنظرون إلى ما يجري التراشقات الملتهبة العنيفة من كلا الطرفين المحيط الهادي كوريا الشمالية وزعيمها وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية الإدارة الأمريكية الرئيس ترامب التراشقات لم نعاد منذ بدء الأزمة ولكن ما يعني يطمئن إلى حد ما أن كل فريق وبتحديدا الفريق الأمريكي له مستشارون والمفترض أن هناك إدارة جماعية للأزمة والصنع واتخاذ القرارات وفي هذا الصدد تحديدا اليوم وزير الخزانة الأمريكي صرح بأن الرئيس الأمريكي سيفزل قصر جهده لتجنب أي عمل عسكري أو نووي تجاه كوريا الشمالية لابد أن نشير إلى أن التاريخ يذكر ودون أن في ذات الأزمة 1951 وحين أصر قائد قوات الأمريكية مك أرثر بطل أبطال الجيش الأمريكي في الحرب الكوري بأن ضغط على الرئيس الأمريكي ترومان بضرورة قصف بكين الشيوعية الصينية بالصواريخ النووية لم يمتثل الرئيس الأمريكي ترومان في ذلك الوقت لمثل هكذا انفلاتات ورعونة وسوء تقدير للتبعات الأمنية والاستراتيجية والسياسية والبيئية على العالم بأجمه قام ترومان باستشارة كل مساعدي وأشاره بعزل قائد القوات الأمريكية في الحرب الكورية مك أرثر ذات الأمر من فضلك 1991 وفي منطقتنا العربي الجنرال شوارسكو في الأمريكي قائد قوات عصفة الصحراء ما بين زفرين ل33 دولة حين أصر على الوصول إلى بغداد والامساك بتلبيب صدام حسين وتحقيق انتصار دعائي عالمي له والولايات المتحدة الأمريكية جورج بوشي الأب أمره أمرا بالرجوع دكتور أيمن فقط دعنا نعود في موضوع التاريخ أو حتى التاريخ الحديث موضوع الأزمات ما بين كوريا الشمالية تحديداً والولايات المتحدة الأمريكية هل يعني مر مثل ما نعيشه الآن أم كيف اختلف ما بين الدولتين بالتحديد لم تحدث حتى عام 2006 مثل هذه الأزمة في عام 2006 أصدر مجلس الأمن بالإجماع قرار يلزم كوريا الشمالية بالعودة إلى معاهدة حظر انتشار إلى السحة النووية ولكن كوريا الشمالية لم تمتثل والولايات المتحدة الأمريكية صعدت من عقوباتها الاقتصادية تجاه كوريا الشمالية الآن العقوبات لن تجدي العقوبات والاستفزازات حتى من الجانبين لن تفلح ومن المفترض أن تكون هناك ضغوطات ديبلوماسية ضغوطات اقتصادية على كوريا الشمالية ممن؟ ليس من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أو من المجلس الأمن ضغوطات حتى من حلفاء الأمس لكوريا الشمالية وهم الدولتين النوويتين أيضا الرئيسيتين الصين الشعبية الشعوية وروسيا الاتحادية لابد اللجوء إلى صوت العقل والمنطق والحكمة ليس فقط للحفاق لأن التبعات والمخاطر وعواقب الأمور ستجر منطقة المحيط الهادي إلى ما لا يحمد عقبه طيب دكتور هل من مخاوف الآن إلى أن تتطور هذه الحرب الكلامية إلى أبعد من ذلك أم تظنون بأنها يمكن أن تقف هنا؟ لأنه نعلم بأنه إذا كانت هناك أي أبعاد هذا سيهدد الأمن والسلم العالميين مزبوط أدعو أن تكون صوت الحكمة والعقل والمنطق والتؤدى وهي الغالبة وأن تجر الانفلاتات التي حولت العالم الآن في النصف المعمورة الشرقي من مرحلة التوترات إلى مرحلة الاضطرابات إلى مرحلة ما قبل النزاعات المسلحة لا نستبعد أن نكون الآن فعلا وليس لاحقا على شفير حرب إقليمية كبيرة تنخرط فيها قوة اليابان كوريا الجنوبية الصين روسيا الولايات المتحدة الأمريكية وربما دول في خارج هذه المنطقة أو في خارج هذه اليابسة شكرا لك على هذه المدخلة معنا الدكتور أيمن سلامة أستاذ العلاقة الدولية والخبير في شؤون الدولية كنت معنا عبر الأقماص الصناعية من القاهرة